تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة أيقونة الفن المصري ناديا لطفي والتي رحلت عن عالمينيا في الرابع من فبراير عام 2020 بعد صراع مع المرض شاركت الفنانة ناديا لطفي في عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة فهي إحدى نجمات الصف الأول يتذكرها الجمهور بأعمالها الخالدة الناصر صلاح الدين السمان والخريف وغيرها من الأعمال التي نالت الكثير من الآجاب ناديا لطفي أيقونة فنية مصرية خالدة ولدت بولا محمد مصطفى شفيق المعروفة باسم ناديا لطفي في الثالث من يناير من عام 1937 بحي عبدين في القاهرة أدت أول أدوارها التمثيلية في العشرة من عمرها وكانت على مصرح المدرسة لتواجه الجمهور لأول مرة وحصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955 اكتشفها المخرج رمسيس ناجيب وقدمها للسينما وكان صاحب فكرة اختيار اسم ناديا لطفي كاسم فني لها ظهرت ناديا لطفي للمرة الأولى في فيلم سلطان أمام الممثل الراحل العملاق فريد شوقي عام 1958 وتألقت خلال حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وقدمت عددا كبيرا من الأعمال من أشهر أفلام السينما المصرية ومنها الخطايا وللرجال فقط والناصر صلاح الدين والسمان الخريف وقصر الشوق وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل ناس ولاد ناس عام 1993 عرفت ناديا لطفي بنشاطها الوطني والإنساني فكان لها دور هام في رعاية الجرح والمصابين والأسراف الحروب بداية من العدوان الثلاثي ومات له من حروب وتحديدا حرب أكتوبر المجيدة وبعد مسيرة فنية حافلة توفيت ناديا لطفي في الرابع من فبراير عام 2020 بعد معاناتها مع المرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة